مثل موعدكم من قبل هاي القشطة اللي بنحضرها بالبيت طعمتها كتير قريبة من القشطة العربية رح نعمل فيها وصفات حلو كتير خلونا اليوم نحضرها سوا هون عندي لتر من الحليب السائل كامل الدسم لازم يكون كامل الدسم فيكن تحضروها بس من الحليب السائل بس انا رح ضيف فوقه كوب من الحليب الباودر كامل الدسم بهاي الطريقة رح نحصل عكمية قريشة اكبر من لو استخدامنا الحليب السائل رح نحركهم كتير منيحة البارد لحتى يدوب عندي الحليب الباودر بعدين رح شغل النار تحته واتركوا الحليب لحتى يسخن مش يغلي بمجرد ما يسخن عندي الحليب منضيف عليه خمس معالق طعام من الخل الابيض فينا نستبدله بعصير الحامض لا تخافوا ما رح تظهر طعمة الخل او الحامض بالقريشة وفورا رح تبلش تظهر عندي القريشة هون ما رح سرع الفيديو لحتى تشوفوا كيف رح نحصل على القريشة بمجرد ما تشوفوا انه لون الحليب تحول للون مي بتكون القريشة صارت جاهزة منطف النار تحتها وفورا منحطها بنصفها لحتى تصفي ميتها يتير منيح متل ما شايفين ما لازم يضل فيها مي ابدا وهلأ رحض الخليط اللي بدي اخلط فيه القريشة نصف لتر من الحليب ما يعادل اثنين كوب ثلاث معالق طعام كبار من النشا فورا منحرك النشا لحتى ما يكتل عندي وهلأ رح ضيف علبة قشطة صغيرة هاي اختيارية فيكن تستغنوا عنها هي بتعزز طعم الخليط منحركها كتير منيحة البارد لحتى تدوب عندي القشطة بعدين بشغل النار تحتها وبيستمر بالتحريك كل الوقت لحتى ما يلزق ولازم يشتد عندي الخليط ما رح يطول كتير عشر دقايق وبصير بهيدا القوام قوام قريب كتير من المهلبية هلأ بسكبه بالجاط اللي رحضر فيه القشطة وهو سخن بضيف فوقه القريشة لحتى يتجانس معي الخليط ومنبلش منحركه رح فرجيكم قوامه قبل ما دخله على البراد وبعد ما دخلته على البراد هيك قبل ما دخله على البراد وهلأ حطيته لمدة ساعتين بالبراد وهيدا القوام اللي حصلت عليه بعد ما طلع من البراد قوام كتير قريب من القشطة العربية وطعمتها كتير طيبة وبتستخدم معنا بوصفات حلو كتير رشيت عليها شوية فستو وفيكنت قدموها مع شوية عسل والف صحة وعافية